موسيقى رابعا أقول أين أنت يا عمر إنهم أعداء عمر وخصماءه وشين على عمر رضي الله عنه وهو بريء منهم ومن مفاسدهم كما أن رسول الله وأهل بيته عليه الصلاة والسلام براء منهم يدعون أنهم يحبون عمر ويتبعونه وعلى سنته وسيرته وعمر بريء منهم ومما صدر منهم من قبائح ومنكرات أقل المنكرات أقلها أن يقع عليهم القصاص الذي أوقعه عمر على ولده عبد الرحمن فالعقاب والقصاص الذي لم يسقط عن ابن الخليفة عمار فإنه لا يسقط عن غيره مهما تقلد من مناصب وعناوين ومهما شارك في غزوات وفتح من بلدان يقولون هذا شرب الخمر سنة وثانية وثالثة إلى ما شاء الله لكن هذا لا يستحق العقاب ألا يستحق القصاص هل هذه دولة إسلام هل هذا هو حكم الإسلام هل هذا هو حكم الخلفاء الراشدين عندي أليف فبا أليف الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني الشافعي قال في تسجل خمسة ألاف ومئة وسبعة وسبعين عبد الرحمن الأكبر ابن عمر بن الخطاب وقال أبو عمر الآن يقول وقال أبو عمر كان لعمر ثلاثة كلهم عبد الرحمن هذا أكبرهم لا تحفظ له رواية وكذا قال لا تحفظ له رواية كذا قال والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه الحد في الخمر لما شرب بمصر با عبد الرحمن المكنى أبا شحمة يقول شرب الخمر في مصر أيام ملايت عمر بن العاص عليها فأمر به الوالي ابن العاص فحلق رأسه وجلد الحد الشرعي بمحظر من أخيه عبد الله بن عمر لاحظ أصل الرواية تقول بأن الخليفة أرسل عبد الله إلى مصر فأمر الوالي بمعاقبة الأخ الآخر الذي هو أيضا ابن عمر وقد شرب الخمر يقول فحلق أو فحلق رأسه وجلد الحد الشرعي بمحظر من أخيه عبد الله بن عمر فلما بلغ عمر ذلك كتب إلى ابن العاص أن يبعث به إليه في عباءه على قتب بغير وطاء وشدد عليه في ذلك وأغلظ له القول فأرسله إليه على الحال التي أمر بها أبوه وكتب إلى عمر أني أقمت الحد عليه بحلق رأسه وجلده في صحن الدار وحلف بالله الذي لا يحلف بأعظم أو لا يحلف بأعظم منه وحلف بالله الذي لا يحلف بأعظم منه أنه الموضع الذي تقام فيه الحدود على المسلمين والذمين لاحظ عمر هو الذي طلب منه أن يقيم الحد على ابنه في المقام في المقام الذي تقام فيه الحدود على المسلمين والذمين وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر فقدم عبد الله بن عمر بالكتاب وبأخيه عبد الرحمن على أبيهما وهو في أعبائه لا يستطيع المشي لمرضه وإعيائه ومما فيه من عقل القتب فشدد أبوه عليه وقال يا عبد الرحمن فعلت وفعلت ثم صاح الصياط الصياط فكلمه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد وشهد بذلك أخوه عبد الله فلم يلتفت إليه وزبره فأخذته الصياط وجعل يصيح أنا مريض وأنت والله قاتلي فلم يرق له وتصامع عن صياحه حتى استوفى الحد وحبسه بعده شهر فمات سلام الله على عمر لاحظ من منكم مثل عمر ليأتي شخص من حكام المسلمين من الدولة الأموية من معاوية وأنت واصل إلى هذا العصر من من الحكام يقيم الحد على ابنه مثل عمر يقيم الحق على ابنه وعلى غير ابنه مثل عمر إذن هذا جاء في المسنف الصنعاني وفي الاستذكار وفي الاستيعاب وفي الرياضة النظرة وفي السنن الكبرى وفي تاريخ المدينة وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ مدينة دمشق وفي الإصابة ترجمة نانسي قنقر